اشتركوا في القناة يعني في هذا الظرف الا الخروج الى المصلة اما جميع ما ذكر وذكره العلماء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فانه يشرع للمسلمين ان يقوم به من اعادات وعبادات متعلقة بفرحة العيد وبصلاة العيد اولها التكبير التكبير لقول الله سبحانه وتعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولتكمل عدة صيام رمضان 29 او 30 يوما ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اي تعظموا الله وتكثروا من التكبير وتشكروا الله تعالى على ان وفقكم لصيام شهر رمضان وهذا التكبير يبدأ منذ رؤية الهلال او الاعلان عن الهلال الى صلاة العيد الى الخروج الى صلاة العيد فهذه المدة كلها يجهد فيها الانسان ليلة كلها وبعد الصبح الى ان يعني تقام صلاة العيد وهو يجتهد في قوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله 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 اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة اذا يجتهد الانسان في التكبير لان التكبير هو شعار العيدين التكبير شعار العيدين ففي العيد الفطر يعني من رؤية الهلال الى صلاة العيد وفي عيد الاضحى ثلاثة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعد بعد صلاة العيد بعد يوم العيد ثم بعد ذلك الاغتسال بعد صلاة الصبح من يوم العيد يغتسل المسلم اغتسالا تاما كغسله للجنابة هناك غسل العادة الذي يزح فيه الإنسان الأوساخ بالصابون وغير ذلك وهناك غسل العبادة الذي يكون مثل غسل الجنبة وينوي به الغسل لصلاة العيد ثم يتطيب يعني يطيب جسمه بأحسن أنواع الروائح ويتجمل يلبس أجمل ما عنده يعني من الثياب لكي يؤدي بها صلاة العيد فلا نمنع نفسنا من هذه الفرحة وإن لم نخرج إلى المصلة لا نحرم أنفسنا ولا نحرم أبنائنا من أجواء العيد وكذلك نشيع أجواء العيد العائلية بما يعني يسر الله عز وجل من المآكل والمشارب والطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده لإعلان هذا العيد ثم نصلي صلاة العيد داخل البيت لأننا لم يسرنا أن نخرج إلى المصلة بسبب هذا الحجر فيشرع أن نصلي ركعتين جهريتين الركعة الأولى فيها سبع تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات مع قراءة الفاتحة وسورة إن استطاع الإنسان أن يقرأ سورة تسبح فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي التكبيرة الثانية بعدما يقوم إلى الركعة الله أكبر ويقوم إلى الركعة الثانية يزيد على هذه التكبيرة خمس تكبيرات فتصبح ستة تكبيرات بتكبيرة القيام التي قام بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر ستة تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية أو سورة أخرى جهرية ثم يعني يتمم هاتين الركعتين مع زوجته ومع أبنائه يصلي بهم جماعة وينوي بها صلاة العيد فهي سنة مؤكدة يعني ينبغي للمسلم أن يحرص عليها بالنسبة للخطبة اشترط العلماء يعني أن الخطبة يشترط لها المسجد أو المصلة وحيث إنه لا يتيسر هذا الأمر فيصلي الإنسان ركعتين فقط بدون خطبة ثم بعد ذلك يقوم بالأعمال التي يقوم بها في يوم العيد كما قلنا من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى وكذلك سنة الرحيم سنة الرحيم الحمد لله الآن أصبحت عبر هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل اتصالات المباشرة منها المرئية ومنها المسموعة ومنها الوسائل التقليدية كالهاتف وغيرها يعني من هذه الوسائل التي يسرها الله للعباد فإنسان يجتهد في صلاة رحمه بهذه الوسائل ويكتب له الأجر عند الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا وعليكم وعلى الأمة المغربية وعلى الأمة الإسلامية جميعا هذا العيد بمزيد من اليمن والسعة والبركة والزيادة في الرزق والزيادة في الطاعة والزيادة في القربات إلى الله تعالى وأن يفعى عنا وعنكم وعن جميع أهل الأرض هذا الوباء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقنا وأن يحفظنا في أنفسنا وأبنائنا وأموالنا وأعراضنا وأن يمكننا في جميع شؤوننا وأن يرضى عنا وأن يغفل لنا ويرحمنا ووالدنا والمسلمين جميعا والحمد لله رب العالمين وشكرا لإخواننا في هذا الموقع على هذا التواصل وبارك الله فيكم على اجتهادكم وجهدكم ورفع الله قدركم ما تنسوش تقابونا وفلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام